اشتركوا في القناة احبابي وبسرعة لأن الوقت الممنوح لي اتسابق معه اليوم اتحدث عن اخطر عدو منذ ان اهبط الى الارض وهو يشكل المنتخب المنتخب الذي يشكله ليس منتخب لعب كرة قدم سلة لا منتخب يسير بهم الى النار ويريد ان يغيهم واقسم بعزة الله ان لا يدخل النار وحده عدو خطير اخبرنا القرآن وانه سيقعد من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا هذا العدو اغوى ابي وابوك وامي وامك حواء وادم حتى اخرجهم من نعيم الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا بسبب ذنب واحد هو الذي وسوس لهم به انا وانت كم اذنبنا من ذنب اما نخشى ان نخرج من السعادة كما اخرج ابي وابوك من الجنة هذا العدو اقسم وللأسف اقول ان قسمه محقق وانه صادق في يمينه قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين مصطفين الله يجعلني وإياكم منهم نحن مع الشيطان هذا العداء الازلي وهو يعد فريقه ليسير بهم الى النار ويتبرأ منهم في النار ناداك ربك فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة لذلك احبابي معظم الان المشاكل على وجه الار اذا اخطأ الواحد تضارب مع واحد طلق قتل اي مؤكد قال الله يلعن الشيطان يا خي استعذ بالله من الشيطان الشيطان ملعون حاجز اوكي لجهنم منتهي يسير الى النار لعنه ربه طرده ربه لذلك انت ينبغي ان تتوذى بجناب الجليل حتى لا يوسوس لا يكيد لا يزين لا يهون لا يهول ولذلك نحن في هذا اللقاء ساتحدث وياكم معاشر الاخياري عن بعض يحيله الشيطان لو اتانا بثوب الشيطانية ما اطعناه ولو قال انا ترابليس والهقرون بعضنا يقول الشيطان له قرنين ولهنابين لو جاك بهالشكل ما احد اطاعه لكن يأتيك احيانا بثوب الناصح ضعشوري والله احبك والله افغالك الخير الصدق هو نفس القضية فدلاهما بغرور دلاهما وسوس لهما ليبدي لهما ما اوري عنهما من سوآتهما كما وسوس لأبيك آدم وأمك حوى هو شغال عليك منذ ان سقطت من رحم امك ولذلك يقال ان صراخ الصغير الطفل اذا سقط من رحم امه يكزه الشيطان فيصرخ ويستهل صارخا لانه يعده ان لا يتركه حتى يكون معه في منتخب السائر الى النار وبعضنا في المنتخب مع الشيطان رأس حربة صدقون ما يكتفي يصير احتياطي ولا يجيب كور لا رأس حربة ولذلك بعض الناس من الشر الذي كاده الشيطان صاره ما شاء الله عنده معهد لتخريجي لتخريجي اتباعه حتى ان بعضنا الشيطان نفسه قال انت والله وصلت لمستوى من الوسوسة والشر انا ما قلت لك هذا كله يا ولذلك بعض الناس مسكين صدق الشيطان فاغواه اضله وبعد ذلك الشيطان اللي في سجون الان اللي تطاعن وقتل هذا ذات وينتظر ان ينسى فرأسه في ساحة العدل والش يقول هذا القاتل يقول الشيطان اللي طلق امرأته يقول الشيطان اللي لف عليك عند الاشارة قال لبك كانك رجال ووقف قل انا رجال ولن اوقف لكن اذا وقفت الله يحفظك اطعت من الوالد والوالدة اطعت الشيطان لذلك عند النوم شبابنا متى النوم قبل صلاة الفجر بعاشر دقائق احلى نومه يسكنك عسل النوم وتلقى نشيط يوم قرب الاذان بدأ يتثاوب يا ولد بالحلال الله يرحم والديك ما بقى الا عشر دقائق وانمك وهذه تقول وانبوك وتكفى وانخوك ما حولك والله ما اقدر رأسي موب رأسك انه الشيطان الذي ثقل رأسك ثم يستيقظ ماذا يصلي صلاة الفجر مع الظهر او مع العصر انتو شفتوا واحد عاقل يخرج بالان عندنا يقول عندي مقترح يا شبابنا في المدينة الشبابية عندي مقترح ايش رايكم نحج في ذا القعدة حتى ما يكون عرفات زحن ايش رايكم في المقترح لو وجدنا واحد رايح يوم الخميس الجاي بكرة طالعين وجدنا في عرفات يقول لبيك اللهم حجا ولا يرمي الجمار فوق كبر الجمارات الله يحمده ولوحده يرمي مبسوط ماذا نقول خلص منها وروح المستشفى شهار على طول كذلك لا تضحك عليه اضحك على اللي يصلي الفجر مع الظهر هو ترى اخوان هؤلاء هو كلهم المفروض يحملون للمكان هذا لانه يعبد الشيطان هو الذي اقنعه هو الذي وسوسله هو الذي احتال عليه وبعدين يا شيخ ربك غفور رحيم يعني انت داخل الجنة الناس اللي يدخلها اليهود والنصارى انت رجال وبعدين انت رجال فيك خير حيل دمرت شبابك كثير من حيات بعض ابنائنا وبعض انفسنا ولذلك الشيطان خطورته هو ساكن في الدور الثاني يليت ساكن عند الجيران يليت الشيطان يجري منك مجرى الدم الشيطان لك من من الجن من هو قرين يقول لك يوسوس لك يغويك وين مكان الشيطان او القرين هذا اين مكانه الذي يوسوس في صدور الناس هو في قلبك هو في صدرك اخطر منطقة في بدنك هو ساكن وبعدنا الشيطان فالها مبسوط ناثرنا المعاميل ويصلح القهوة وينوم بل بعضنا الشيطان ما تزعلون عليه لكن نصنبون بعضنا الشيطان وضع اذن بعضنا مرحاضا يقضي حاجته فيه اسأل الله العافية الصدقون ولذلك الحبيب عندما قيل له ان فلانا طلعت الشمس عليه وما صلى الفجر ماذا قال قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه يعني الشيطان عند بعضنا امتكي تتكي يا شيخ مبسوط عايش جنة لا صلاة تصلي لسانه يتكلم كل ما فتح اليوتيوب ها تقرأ تسمع تلاوة قال له خلي عنك التلاوة شوف اللي طالع على اللي سار هذه ها الصور هذه اغغط المس انتعش ها ادخل اغواء 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 ما احد حولك ما شاف كحدها خربها وقفل الباب ونسي يا بقى الله لذا احبابي باختصار ونحن نتكلم عن الشيطان الرجيم الذي معنا يسير ويرى عوراتنا من خطورة يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت في الحديث ويسكن القلب لكن الله بشرنا وقال انه خناس يعني ان الشيطان اذا ذكرت ربك انخنس تقهقر لو الشيطان اذا ذكرنا الله يزداد مصيبة او انه لا ينخنس مع الذكر تسلط علينا لكنه ضعيف فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا كيده ضعيف اية الكرسي تجعله ينحجب عنك ويقف ملائكة حتى تحميك اذان اذا اذان تولى وله ضراط الله اكبر بسم الله ستر ما بين اعين الجان اعين الجان قولوا بسم الله ضعيف طيب ليه تقوه الايام لماذا فات العضلات علينا لماذا فات الشنا مات علينا لماذا الشيطان منتشي هذه الايام ترى عايش هذه الايام في لذة وسعادة قل الذكر قل الذكر وكثرة الوسوسة وعرض المنكرات لذلك ايها الاحباب وانا اتكلم عن حيله الاسف لا زلت في المقدمة مع انحيله ان الشيطان الان اذا اراد ان يغويك يأتي بثوب ناصح بثوب المشفق دلاهما بغرور وقاسمهما اقسم لكم بالله ان الشجرة هذه تجعل لكم ملك ولا يفنى ولذلك يقول بعض المفسرين لماذا اكل ادم من الشجرة مع ان الله قد منعه وحرم عليه الشجرة هذه والبقية حلال قالوا سبب معصية ادم لربه وظلمه لنفسه ان الشيطان اقسم له فما ظن ادم ان ما ظن ادم ان خلقا من خلق الله يحلف بالله كاذبا عجيب يعني لما قال اقسم لكم اني ناصح ما صدق ادم قال ادم او صدقه هذا حال ولذلك احبابي هل الشيطان اقسم لادم فقط عليه السلام كم حلف لك مرة كم حلف لنا من مرة نوم شوي عليك ليل طويل فرقد ابشر ابشر بالخير او بعضنا اذا طالع من بيت وان صلي قال اتخلي قدام جاء عند المقال قدام قدام وصل قدام طوعوا الناس من المسجد خلك يا حبيبنا اللي قاعد انت ستشير الشيطان قدام قدام هو الشيطان الذي يأمرك ان تسير في الامام هو لا يريد لك الصلاة اصل ولذلك يثقلها عليك عليك ليل طويل فرق سأذكر ايها الاحباب بعضا من مكائد الشيطان وعلى عجل من مكائد الشيطان التقنيط من رحمة الرحمن انت ويا وجهك تدخل الجنة هذا كلام مبينة طبعا انت وانت نسيت اش تسويا يا اخي استعلى وجهك الجوال اللي بيجيبك هذا مراحيض كله زبائل يا اخي انت نسيت السوية البارح نسيت فيبدأ يذكرك بالذنب ويقنطك من التوبة ويجعلك من اليائشين من روح الله مع ان الله دعاك ومع ان الله وعدك وعدك بالمغفرة وعدك بالجنة وعدك ان يبدل الذنوب حسنات لكن الشيطان ما يذكرك بهذا يقول انت انا لوني منك والله يا اخي ما ارفع يدي للسماء يا اخي يعيب عليك هي تلعبه تتوب اليوم وتنتكس بكرة تصلي اليوم وتترك بكرة ما بطل الدخان وبعدين تشتري كرزم وهو بكبكت ها ابا بطل الشيشة وبعدين تجيب لك ها رأسين وثلاثة يا اخي كلام وبعدين ما شوف الحرام وكل يوم طايع في اليوتيوب يا اخي عيب عليك والله لوني منك يا اخي اقزز هذا انت اصلا انت ويوجهك ما يمكن تفرح بالجنة خلك مع اهل النار انت مبحوص فحص دوري لجهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخوان انها حيلة يقنطك من الرحمة ولذلك اذا اتاك يقنطك قل ان رحمة الله وسعت كل شيء قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا كل ذنوبنا تدخل تحت جميعا ومن ظن ان رحمة الله لا تشمل ذنبا من الذنوب فقد ظن بالله ظن السوء حتى الشرك بالله في الحياة قبل الموت يغفره الله اذا تبتمن بالتوحيد ان الله لا يغفر اي شرك به اي لمن مات على ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الوسوسة الثانية او الحيلة الثانية من الحيل هو اليأس من الحياة ما تلاحظون كثر الآن التفكير في الانتحار كثر الاكتئاب كثر القلق الاطباء النفسيين يقولون ان سبعين في المئة وبعض النسب خمسة وستين في المئة من الذين يزورون يزورون العياذات النفسية سؤال هل فكرت في الانتحار يوما ماذا يقول هل فكرت في الانتحار يقول نعم وبعضنا فكر في الانتحار فترات ما تسمعون المرأة تقول يا الله خذني وريحني طيب ليت كده رحت عادل الله تدخل الجنة كان طيب لكنه الشيطان الذي يريده آماذا يقنطك أفكر في الانتحار خلاص ما ينفع ما في فائدة هذا الشيطان إلعب عليك ليه في فائدة ونص لأنك لو تقول لا إله إلا الله هذه وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشم ما في فائدة ليه وبعدين المهم اللي في صدرك والضيق الذي تشعر به مفاتحه بيد من مفاتح انفراج بيد الله فإن مع العسر يسرى الشيطان لا ولذلك يجعلك تيأس من الحياة هذا ياكل هذا تشرب كلوريكس حوله لقد وهذا تاكل حبوب وهذا يرمي نفسه من كبري وهذا يربط حبل ويعلق نفسه في دورة المياه لماذا أقنعهم الشيطان أنه لا فائدة في الحياة ريح نفسك يا أخي تنتحر ريح نفسك حيلة من الشيطان إذا أتى الشيطان ويقول لك أنهي الحياة قل أنا معي رب ومن كان مع الله لا يضيع ومن حفظ الله فهو حافظ لذلك إياك أن يقنط كالشيطان من رحمة أرحم الراحمين أيضا من حيال الشيطان ثالثا التقنيط من المستقبل وأن غدا شر وبكرة أعوذ بالله الله يعين على اليوم وبكرة الله يعين عليها وهلك الناس والناس ضائعين ومستقبل ضائع يقنطك من المستقبل أنه دائما في في حادة زاوية أو في زاوية حادة لا تستطيع أن تخرج منه يضيق عليك الوظيفة ما في وظيفة ملف في يا أخي الأخضر أدور في الدوائر ما لقينا وظائر زواج ما الله ما يصير زواج أنا ويا وجهي هذا يقولونهم هو أنا هو وجهه يقول أنا ويا وجهي أصير تاجر يا أخي فقر في فقر وبعدين الحياة ظلم والناس ضائعين والناس هلكوا هد الوضع الله يرحمه الناس فيهم خير والحياة جميلة وغدا أفضل من اليوم وترك عنك اليأس من الحياة والقنوط من المستقبل والرزق فالذي يرزقك رزق الطير ورزق النمل هو العظيم هو الرزاق يأتي الشيطان يقول ما فيه فائدة ولذلك بعض الشباب الآن لأن ما لا وجد وظيفة خربها الله يجزاك خير خربها مع الناس كلهم تغيرت أخلاقها مع أمه مع أبوه مع العالم يا أخي طفش يا أخي الواحد يسكن السجن أفضل ليه يا أبوي ليه ليه يا الله يجزاك خير الله رزاق ذو قوة متين الذي رزقك في بطني أمك رحب أمك يا أخي تسعة أشهر أنت من اللي يرزقك أنت شفتوا واحد في رحم أمه طالب من كودو الله يجزاكم خير من وين أتاك الرزق هذا الذي تقاطر عليك اللي تقاطر عليك هذا الرزق هو الذي رزقك في رحم أمك يرزقك ومعك الثنوية العامة يا أخي معك ثنوي ورجليك ما شاء الله طوال وجزمتك ثلاثة واربعين مدير واربعين وعقال ومشخص ولا يرزقك والله يرزقك لكن حقق التوكل وانكسر بين يديه واستغفر عن ذنبك الشيطان ما يقول لا قال أصلا بكرة ضايع وبعدين أنت الأسهم تتسقط والبترول بينزل وما أدري والله الناس في حروب ويمكن لا يقولون بيجينا زلزال سبعة عشر على مقياس رختر معن رختر سبعة لكن هذا زايد عشرة من عنده لأنه محبط يائس طفشان من الذي أضحك عليه ومن الذي احتال عليه هو الشيطان بكرة دائما أيها الأخيار بكرة دائما أفضل لأن معنا رب واللي رعانا اليوم يرعانا بكرة واللي عطانا اليوم يعطينا بكرة اللي معه أب ما يضيع في الحياة فكيف اللي معه رب لذلك كن مع الله وكن معه تأتيك الأرزاق من حيث تدري ومن حيث لا تدري لكن إياك أن تطيع يا أيها المؤمن أن تطيع الشيطان في تقنيتك من الحياة أيضا من حيال الشيطان الغضب بعض الشباب الآن يقول لي يا شيخ أنا أدعى على طول أبلغ درجة الغليان في ثواني أنا نفسي واصل لين هنا بسم الله عليك أنا أزلها طيب لا راكب على خشمها الله أجزاء خير وأنا لو الذبان كذا تدورها أسوي حرب عالمية ثالثة عشان ذبان أنت باختصار لست غضوبا أنت يرافقك الشيطان ويجري منك مجرى ترى كل واحد مننا فيه جريان الدم في الشياطين الشيطان هذا القرين خلوكم معي أحبابي الشيطان يجري منك بعضنا يمشي 120 ما يمشي بساهر هذا يمشي 120 وبعضنا أحبابي يمشي الشيطان في عروق 280 أسأل الله العافية مكيم ما حولك يسرع ولذلك إذا رأيت الغضب دائما الغضب قرين الندم والشيطان لماذا يخليك تطلق وتضارب وتبصق وتلعن وتشتم وتقتل لأنه يجري منك مجرى الدم فمن حي له خلك رجال وخذ حقك معظم اليالان إذا لفيت عليه ولا شيء إيش يسوي يجي يسرع يجي عليه يقول لبكي مين وينزل العقال ولف العقال ولا طلع سلك المكوى ولا لي الغاز ولا العجرة ولا المشعاب من الذي أوقفه هو الشيطان أحد الشباب في منطقة من المناطق أذكره يوما وقف عند الإشارة واحد شايب رجل يعني عمره ستين وكان راكب سيارته يمكن أخطأ على الشاب فنزل الشاب مع عصى وهذا الرجل أكبر منه وأقوى منه لكنه أغلق السيارة لما أقبل هذا قفل ورفع فكان الشاب بالعصى يقول إن كنت رجال أنزل قال من قال لك إني رجال الله يحبك غلطان في النمرة يا شيخ من قال لك إني رجال أنا مين رجال الله يزاك خير فلما خرج وقف عند المسجد اللي كنت سألقي فيه المحاضرة فقبلت رأسه قلت والله إنك رجال لموقفك هذا لا يستطيعه إلا الرجال الشيطان ماذا كان يقول لذاك أضربه افتح رأسه وهذا لأنه قد ملك أعصابه ودحر شيطانه وأوقف وسوسته كان الحبيب يقول ليس الشديد بالصرعة إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميل إذن منها الغضب من حيال الشيطان خل حقك خلك رجال وكل واحد مننا أحبابي في مواقف الحياة جاه الشيطان قال أرجع 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 أدبه أعطه درس صح؟ أرجع والله أنت برجال حاشاكم يعني هو يقول للشيطان لوك رجال والله ما تخليه والله ما تتركه أرجع أدبه لف عليه أضرب بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك بعدها إذا كلبشوه وحطوه في سجن التوقيف من بخلف الباب طلعوني لا يا حبيبي طلعك الشيطان اللي وسوسلك ولذلك أحبابي إياك أن تطيع حياله اك خالف هواتك واكسر نفسك التي يغزك الشيطان فيها أزا أيضا من حيال الشيطان جرب ولا تواصل زقارة وحدة عطر أنفاسك وسع صدرك راسم عشسة لأبنى الحلال ها سريلاك والله ما دريتنا سريلاك إلا تالي سريلاك لأطفالنا وذو حطوه يدخنون واشرب وسع صدرك أول كأس أول زقارة أول جرب وهذه الدمار كل من دخل مع قول الشيطان من حياله جرب وكل اللي الآن يسويقون جهنم ويسويقون الرذائل على أبنائنا جرب مرة وحدة ثم بعد ذلك تكون التجربة الأولى ثم يكون أسير الشيطان العمر كله فدعوه إياك وحي له وإيضا من حي له الاستحياء من الرفقة الفاسدة أن يوقف منكرا قد روج يعني بعضنا جالس وفيه شاشة والشاشة فيها غواني ولا فيها صور إباحية ولا غيره جالس معه مناظر من تحت شف شف قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله طيب استغفر الله أطلع الله يرحم والديك أخرج هؤلاء قنابل موقوتة قنابل قاذورات من الشيطان وش استغفر الله استغفر الله واتركهم فهم يخوضون في الشر بعضنا يأتي الشيطان بحياء يقول هذوي ربعي خاف يقولون يا بزر يا طفل استرع جرب أنه قيل لك يا أخي أجلس ولذلك ما يرقق الشيطان في قلوب بعض الشباب من استخدام المنكر الأول سببه كان حياء أنت ليه وقعت في اللواط ليه وقعت في الزنا ليه وقعت في المخدرات ليه وقعت في السفر المحرم لماذا دخنت لماذا شيش والله أذكر المرة الأولى يا شيخ أذكرها كأني راها دخنوا وأنا موجود وكنت أشغل المساحات أكح يكح وهم ينفقون في وجهه كح كده وفي النهاية قربوا البكت واحدة يا جرب وجابوا صور ها وقالوا شف شف من اللي يحب قلبك الله يهدي قلبك يا ولدي من الصور الشينا يقول فرأيتها وأبتسمت قل أعوذوا بالله وها ولا زلت معهم وبكرة دقيت قلتوا أنتم مجتمعين وين الله أكبر بدأ بعد التجربة الأولى صار يدورهم هو وصار يبحث عنهم هي حيلة الشيطان التجربة الأولى أو موقف الخجل الأول من رجولتك وإيمانك إذا تمت مراودتك على ثوابتك وقيمك فانتفظ وقل لا واخرج من المكان لأن هذا المكان ملوث أيضا من حيل الشيطان تزيين اللذة العاجلة أكرمكم الله هل في اللواط لذة هل في الزنا متعة بل هل في الدخان لذة هل في الشيشة لذة هل في إزالة العقل لذة واحد من التائبين من الإدمان يقول كنت حشيش تكرمون حشيش يقول فكنت أشعر أحيانا بنشوة مرة كنت جالس وكنت أشعر بأنني ملكت العالم وأن العالم أمامي أمامي كلهم شعوب لي وأنا الحاكم الآمر وكنت ماسك كأني ماسك عصى أو سيف فلما استيقظ إذا أنا في الحمام وماسك السيف أسأل الله العافية والسلام لذة كاذبة لذة مزعومة مسكينة الحبيبة هذا اللي يقولون يقلب راسح على غير هدى لذة العاجلة يا مؤمن هذه لذة بعدها حسرات لذة بعدها الندامات لذة بعدها تكون أسيرا للشيطان ولرفقة الشيطان لذلك إياك أن تتذوق لذة الحرام أكرمك الله أيأتي الإنسان مراحيظ الغواية وزبائل الأخلاق ويترك الطهر والنقاء أيستوي من يضع الزقارة أو المعصية كمن يضع الطهر في فمه سواك يرضي به ربه ويطهر به فمه لا يستوون لذا اللذة المزعومة لبعض تبابنا ضاع لأجلها يبحث عن لذة تعيش خمس دقائق لذة لكن خمسين ليلة في ذل وهوان بعضهم لذة الخمس دقائق حكم بسببها خمس سنوات صحيح؟ وراح عمره وراح شبابه فاحذر أيها الحبيب من لذة مؤقتة تعقبها الحسرات من حيال الشيطان تثقيل الصلاة وذكرت في المقدمة إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد وكل عقدة عليك ليل طويل فارقد وترى يا أحبابي العجيب الشيطان قومنا لمواعيد الطيران صحيح؟ عندك رحلة قبل الفجر بساعة تقوم ولا ما تقوم؟ عندك اختبار فيزياء يوم الأحد تقوم ولا ما تقوم؟ سبحان الله نقوم للطيران ونقوم الله يحفظكم له ونستيقظ للاختبارات ونستيقظ للدوام طيب لماذا لا نستيقظ للصلاة؟ لأن الشيطان لا يريدك أن تقوم ولأنه يجعل اللذة في عينك ولذلك الكسل والكسل كل الكسل قبل الطاع فمن حي للشيطان أن يقنعك أنك لا تستيقظ للصلاة وترى بعض الشباب الآن يقول والله عجيب تقوم والله يا أولدي لو أنك تبغى تقوم أن تقوم ولو أن الصلاة في قلبك عظيمة والله تستيقظ والله لو كنت تحب الله حبا كاملا والله تستيقظ لكن نقص معين الحب ونقص معين الخوف ولذلك الشيطان بال في أذن بعض الناس وعقد العقد ولذلك إذا ذكر الله الحبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا استيقظ وذكر الله إن حلت عقده وإذا توضى إن حلت عقده وإذا صلى إن حلت عقده وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلان ما تلاحظون الصباح يا أحبابي الصباح معظم الناس تجدهم في الصباح كيف حالهم مكشر شارب سط الليمون ماد براط ما تقول واصلا هنا لين يفطر قلابه في الساعة 9 يبدأ من تتفكك هذه الأسارير سبحان الله الصباح أجمل ما في اليوم صباحه لماذا نحن نكشر بعضا نكشر لأنه ليس في ذمة الله ولأن آثار عقد الشيطان لا زالت فوق رأسه ولازال أذنه ملوث بماذا ملوث بنجاسة شيطان ومن حيال الشيطان أيضا أنه يعبت بقلوب بعض عباد الله خاصة الشباب فيعقد بينهم صداقات تنتقل منها إلى التعلق ثم الإعجاب ثم الحب ثم مراحل من الانحراف انحراف الإعجاب اللي موجود بين بنت وبنت وولد وولد وانحراف بين الذكور مع الذكور وغيره الشيطان يأتي يقول هذا حب نقي حب على وضح النقاء وين وضح النقاء أنت لو أحدهم يقول يا شيخ أنا أحب لي بنت يا طايح في حبها يا شيخ والله ما طلعت منها أبدا والله يا شيخ بس أحبها أنا هي الأكسوجين في الحياة قلت وش رايك تتصل على أخوها وتخبره أنك متعلق بخته وأنك تكلم أخته تقدر؟ قال أعوذ بالله من الشيخ كان يتغير مع تضاريس وجهي وجغرافيا رأسي تصير المنخفضات مرتبعات والمرتفعات منخفضات قلت أنت عاجز على أن تخبر الخلق عن هذه العلاقة أنت يا مؤمن ضحك الشيطان عليك فجعل الحب والرابط الكاذب الحب البريء المزعوم ما في حب بريء إلا بعد الزواج قبله حيلة من حيال الشيطان فإما أن تطيع الشيطان ولذلك البعض منهم تعلق ذكر بذكر ومنتى بأنثى حتى الشيطان ضحك على بعض النساء فاسترجلنا فصارت اللي يسمعهم الآن بويات أنا ظنيت البويات الدهان صارت بويات جمع بوي ولد والله يشفي بناتنا التي انحرفت عواطفهن وعقولهن والأفئدة أي كيد للشيطان قلب الفطرة وقلب اللذة وقلب الميل لما انقلب ميل قوم لوط عليه الصلاة والسلام قلب الله قراهم ودمرهم وزلزلهم الانتكاس في الفطرة سببها طاعة للشيطان وحيله في البداية ولذلك النظر اليمان الآن مد من النظر إلى المرد ينظر إلى الأمرد ثم يعيد النظر خلاص الأولى الأولى عابرة الثانية سجلت في سجل للزيارات عند الشيطان الرجيم سجل للزيارات بعد ذلك تصير مشترك معه في القناة ثم بعد ذلك يوسوس لك بخطوات ثم بعد ذلك تقع في الجريمة إياك وحيلة الشيطان في انقلاب الفطرة والنظر النظر المسموم أو الحب اللي يسميه بريء لبراءة مع الشيطان الشيطان يبسط لك القضية في البداية ثم يتخلى عنك حتى يراك في النار نار الشهوة نار الشبهة أيضا من حيال الشيطان أني سأتوب يقول الشاب أو الشاب سأتوب لكن مو الحين خلني أكبر شوي يا شيخ توني صغير حمري 18 19 25 25 ولذلك يعني يمدي سكر علي من الحين خليني أتنفس خليني أعيش حياتي خليني أفلها يا شيخ أنتبيني من الآن فلت الشيطان أنت إذا فلت تفلت انفليتها في شبابك انفلت في كبرك ولذلك من أكبر محية للشيطان إقناع بعض الناس أن التوبة لم يحل لم يحن توقيتها وأن الأيام القادمة طويلة ويمدي عليك إذا صال عندك 40-50 عمرك بعدها يا أخي خلاص قصر توبك أرخي لحيتك رحل المسجد خذ عمره خذ حج وما علم المسكين أن مع أول جلن ما أخذ لفة كذا وهو رايح للبيت سحب الجلن ما فتح الجلن دخل في الجدار طاح الجدار عليه مات الله يجعله في الجلن راح وراح ما صلى وراح وهو يريد أن يعيش لكن الله ما أعطاه في الدنيا مولى لا تطع الشيطان أتوب غدا لو أنت الآن جالس أمامي وأنت تعرف من نفسك منكر ولا تعاهد الله الآن على التوبة منه تأخير التوبة من الساعة هذه إلى غدا ذنب يحتاج إلى توبة جديدة تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة فأحذر من التسويف أيضا من حية للشيطان أنا حر بي واحد مننا حر يا أخوان يا أخي أنت عبد الله يحبطك لي رب أنت عبد لله فكيف تكون حر أنت خلقت نفسك أنت اخترت شكلك جنسك جنسيتك وطنك الذي هذا الذي شق سمعك وبصرك أنت حر مع ماذا لذلك يقول الشيطان يقول أنا حر أدخن أغازل أسافر أعصي ألعن أنا حر يا عبد لا تقل حر لأن حريتك هذه المزعومة تخرجك عن عبوديتك لله الحق أنت حر لا نأمرك إلا بما تطيق أنت حر لا تفعل إلا ما متكلف به شرعا حر أن لا أن ترد الظلم عن نفسك لكن حر تعبد الله على هواك لا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه اللي يقول أنا حر يعصي الله هذا اتخذ نفسه وهواه إلها من دون الله وأطاع هواه ولذلك معظم الذين فقدوا مستقبل الآخرة والذين أعطوا أنفسهم طاء الراحة وفتحوا الباب وعلى مصراعيه للشيطان يفعل ما شاء أنت عبد لله ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي كونك عبد لله هذا عز وشرف عبوديتك للخلق ذل ولله عز ومنحية للشيطان أيضا اشغالوا بعض الشباب والفتيات بشكله العام ترى بعضنا يجي الشيطان وشيقول خليك معي يقول شكلك غلط استغفر الله لا يعني ولذلك بعضهم يقعد عند الحلاق ساعة ونص شفط وتنظيف وسمكرة وبوية ودهان والله ما أدري حتى بعضهم يعني بعضهم يقول لي يلعبت ببعض تفتيح بشرة تليين بشرة حتى أنك لتعجب أن بعض الشباب وهو يقف أمامك تنظر إليه من الخلف كيف الحال ينوره طبع حمودي وهذه مصيبة أحبابي يعبث الشيطان ببعض شبابنا فيذهب إلى درجات عليا من التميع وبعضهم يسوي له ولا ماذا يقول الشيطان ولا آمرنهم فليغيرن فليغيرن خلق الله تغيير خلقه أنتوا شفتوا واحد معاها كامري مركب شبك حراثة هذا كامري شبك حبيب كذا جاي شبك حراثة ولا قلابي قال والله حركة يا شيطان والله ميم حركة أنت اللي منحلف هذا بعضهم يقول للشيطان أزل لحيتك وعدل في شكلك وحتى أن بعض الشباب لحيته مرة طالعة فوق ومرة نزلتها ثم مرة داخلها تحويلها ومرة طالعة فوق وتلقى بعضهم جعدة لماذا يا أبنائي لماذا أيها الأبناء وبعضهم الشيطان منحية اللي يقول أنت المفروض تسوي كذا حتى يلتفتون الناس عليك غير في شكلك غير في هندامك ولابس بنطلون وانتوا بكرامة ضايع ولا راقي ولا ضايع وسلاسل ومسكين وخماخم وخواتم شاذة وشعر مجعد وحقاة بعضهم والله لو أن مسلما قام من النوم فنظر إليه أن يجيس سكتة قلبية فورا لماذا هل هذا خلق الله هذا مو خلق الله عبث به عبث هو بخلق الله لذا أحبابي أنا قالولي أنا عندنا الآن من حيال الشيطان سأختم في دقيقة دخل إشارة لكم يا أهل هذا الملتقى الجميل أيضا السفر طريق الفلة بعض الشباب الآن يجلس مع رفيقه يقول أنت هنا في جدة الله ما شفت السعادة فيز ونطلع ويغمز باليمين وبعدين يختم باليسار نطلع بره والله أعيي أنا السيك نفسك يا شيخ أنا السيك عمرك يعني هذا الفاجر من دوب الشيطان في تسويق جهنم يعده أنه إذا سافر في السياحة يبحث عن الهوى للهاء ولذلك من حيال الشيطان أننا في بلدنا مكتومين لا والله بلدك بلد التوحيد وبلد الفلة والخير والحياء والإيمان إذا كنت تذهب بخارج لكي تفجر الله لا يجيب الفجور لنا وردك الله إليه ردا جميلا فلا تطع من أرادك شاب من الشباب ذهب خارج المملكة وأتت وحدة تراوده وقد عاهد أمه ألا يخطئ مع أنه مفروض يعاهد ربه يقول فلما أتتني امرأة قالت أنا أنا أبذل شبابي وجمالي وبهالك قال لا أنا والله للأسف ما أقدر قالت ليه ما أحد يشوفنا نحن وحدنا قال الصحيح علمك الصراحة يبغيط ردها أنا مصاب بالإيد هو ما في شيء قالت بس أنا مصاب من ثلاث سنوات في الإيد وما في شاب جاني إلا أتيته مجانا أعوذ بالله قال فحفظني الله وعلمت وقفنا حفظ أوامر الله كان الشيطان يدغدقه يزين له لكن الله عصمه من حيال الشيطان أيضا أنه يعتقد بعض الشباب أن أمه ووالده هم أحد أسباب تعاسة في الحياة كل ما أقول لأمي شيء تقول لا أقول لأبوي شيء لا أعطوني جوال لا سيارة لا يا أخي أنا مظلوم في البيت أنا يا أخي ما فهموني الله أكبر يلي صار كأنك ما لكيف ما فهموك أنت صبرك على أبيك وعلى أمك صبرك عليهم جهاد برهم لا يأتيك الشيطان بعضهم ما يسلم صدق ما يكلم أبوه من سنة بعض الشباب والله بعضهم ما يكلم أمه عشان طلب مصروف طلب خمسمية طلب قطة طلب سفرة طلب رفضوا لا يضحك عليك الشيطان فتهجر أمك حلوة اللبن أو والدك بوابة السعادة إياك مهما عملوا لو ضربوا ظهرك لو أخذوا مالك لو لو يبقون أصحاب المعروف لكبع عليك بعد الله أيها الأحباب الحية الكثيرة لكن أختم بحيلة وبعدها نطالب الأحبة بما عندهم من مفاجأة من حية للشيطان أن يمنع بعض عباد الله أن يذوقوا لذة التوحيد وأن يبدلوا دينهم الكفري إلى دين الإسلامي الوارف الظلال الذي لا يرضى الله لعبد أن يأتي إليه إلا به الكفر حيلة شيطانية البعض من الكفار تدعوه للإسلام حاط في رأسه الصليب حاط في رأسه بوذة حاط في رأسه بقرة تحلب كل يوم يعبدوها حتى يفتح الله على قلبه فيزين عنه عنه كدر الشيطان ووسوسة الشيطان فإذا رأى بنور وببصيرة ذاق حلاوة الإيمان ومن هنا هذه الليلة أحبتنا يبشروننا أن هذا الملتقى الجميل وهذه القرية الجميلة الشبابية والتي كان من أهدافها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ها هم اليوم يصعدون على هذه المنصة الجميلة مجموعة تزيدا عن سبعة عشر مسلما خرجوا من النار إلى الجنة ودحروا الشيطان وتركوا حيلة وها هم يدخلون معنا إخوة وها هم يذهبون إلى مكة يطوفون بعد أن أزال الله عنهم الرجس والنجس فلله الحمد والمنا أستأذنكم في أن ندعوهم الآن للدخول هنا ليعلنوا شهادة الحق ولنحتفي بهم كما يجب اللهم إنا نعوذ بك اللهم قولوا آمين اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأسأل الله أن يحرمكم عن النار استعيذوا بالله من شره واقرأوا آية آخر البقرة والمعوذات وأذنوا واقرأوا البقرة في بيوتكم وعليكم ببسم الله دائما وإذا عذتم بالله أعادكم من كيده إن كيد الشيطان كان ضعيفا ترجمة نانسي قنقر